السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة طب سبين منود اللي حصول على شعر لا ماء وإذا لا تشعب غن تكلم على سبغات جاهزة كي نكا طام وانديكو بنسبة للون سواد اللي ولا بلوني فهد سبغة جاهزة وموجودة وغن تكلموا في الفيديو منين غادي تلقاوها في السيد وقبل وبعد ولكن كين الوان على حسب اللون الشعر الأصلي ديالك فتبدل هاد اللون كين نيلي وانديكوها لون نيلي الوصف اللولة اللي غن ندرو الحنة هي اللولة وضرورة غن ندرو حاجة اللي يبازك منقوع القهوة أو الشاي من أفضل باش يشد اللون ممكن ندرو الحنة في اللول ندرو هاد المسحوق اللي هو انديكو المسحوق نيلي اللي تعطونا ازرق غامق لان بوحده ما تقدرش يشد مجيان وتنصحكم انه يكون يكون الشعر نظيف ممكن تخلطوا الحنة مع هاد المسحوق اللي يصبغة جاهزة ما تحتاج عصر الحامود أو الخل فقط القهوة أو لما نقوع الشاي سوف أعطونا سوف أعطونا واحد اللون جمعين وسوف أجعل اللون لامع سوف أعطونا أزرق غامق بالنسبة اللي ندوم الشيب فاللون سوف يبدأ يغلق مع الوقت سوف يستعملوا في الجدور إلا درتي الحنة بوحدها سوف تديرها غفل جدور ومرة ما تغسل الشعر سوف يدير مسحوق انديقو وغايعطوكم اللون أزرق يعني سوف تنوح الساعة من أفضل بس مكان الساعة حتى ثلاثة ساعة سوف يكون اللون غامق جدا هدا هو اللون اللي غادي تحصلوا عليه ولا استمرتوا ساعة أسبوع وبلما تغسلوا بشامبون وكيفما تشوفوا ما غاديش أعطوكم اللون الحنة اللي معروف اللي هو اللون برتقالي اللي هو اللون اللي ما تبقاش يحملوه لأيالات وما بقاش يعجبوهم ثم تشوفوا فقط بعد الساعة أعطوكم هاد اللون انديقو وراوى أزرق نيلي وراوى مسحوق نيلي سيبغا جايزا ما بحتاجات ستزيد معها ساحة زحورة ممكن تدير فقط بدون بدون مكونات خراب ولا شي حاجة اخرى فقط تغر الشاي ولا قتاي بايد حتى يكون مغلوغ وديري على الشعر مباشرة بالنسبة للناس اللي عندهم الحساسية يجربوه وشوفو واختاري واحد بلصة من الشعر من الشعر وزر به ولكن يكونوا أكيدين سأعطوكم لون جميل جدا مغاير على الألوان العادية الملفين وبس مما كان الشعر الأصلي غامق راتيكون أزرق غامق بالزاب وهذه هي النتيجة اللي ستحصل عليها بعد الغسل هاد العشبه هاد العشبه هاد العشبه هاد العشبه هاد عشبه قديمه وشولي الدين كي من تكونوا إلا مدركش ليغو تشكي تيواليو هاد كينا ف اسيا وموجودة ف اوروبا وحنا بالنسبة لنا عدنا سيط جميع ف دولة المغرب هاد تلقي لها ملأتمينة مختلفة على حساب بطبيعة ايه مش الجودة اللي بغيتين مهم ايه صبغة طبيعية جدا ما تخاف منها حتى حاجة نسبة قليلة لو تنكر نسبة قليلة اللي عندها مشكلة الحساسي ضيليها الحكا افرا ف اه إلا خفتوا منها بعدوا منها وغادي نعطوكم مصفخرة ولكن وغادي صبغتها هي جاهزة ولكن مشي لون سواد الليل بغطاعة اللون بني بس ما او مخصص تفوت مدة طلاحية ديالها لانه ما تتبقاش داك اللون قوي تكون بارد والحنا الطبيعية اللولة اللي قلت لكم دروها بس ما كانت قديمة تتكون مدينة للشعر ما تتنشفوش الشعر ما خصوش يكون زيد خصوش يكون ضيب وما تدروس زيوت لانه ما تشد اللون ضروري يكون الشعر ناضيف ما فيه لا زيوت لا تحاجع من بعد ما تنشفوك وكين النات الليتين نشفوهم شعرهم لانه شعر جاب ومن ديك الساعة يدروا ماسك ديال الترطيب الشعر دبعا ننهضرو على اللون اخر اللي هو كاتام لسي بغت كاتام ووو بنسبة الناس اللي عندهم بتحسو شوش اللون اللي تعطيك اللون بوني فاتح ولكن عندك شعر الاصلي ديالك بوني غمغ او اسود فطيكون اغمغ الوصفة سهلة وبسيطة ممكن تدروا فقط ماء دافئ وضيفوا ليه هذا البودر هذا المسحوق ما تخافوا من النوتة هزا ما يدلكم لحسسية لا تأكل في الشعر وطبيعي من افضل انا تنفضل ندروا منقوع الشاي لانو اللون تيزيد يكون تيشد قوي ما تدروا لا ياغورت لا ضانون لا مايونز لا تحاجة هزا بغارها كافية تتعطيك اللون وبس مما درتها مدة ثلاثة اسابيع تتعطي اللون اغمق على كي كان قبل وبالنسبة للشاي برا بطبيعة الحال ما كنش علاج نهائي للشاي برا كونوا واقعين ما حد انتا كبروا في العمر ما حد الشاي برا غادي جي وودي جي واحد من عرحة التجاعد كذلك فالعلاج راه ما كي فقط ممكن كين طرق لبا نحيدو ونغطيو ايه هادي طرق طبيعية منتوجة طبيعية ماشي بحال السبغة الكيموية والوكشيجين داروري تلبسوا ليغون لانها السبغة كونوا اكيدين تشد في الدفار وفي الليدين فمن احسن لبسو القفازات باش اللي انا صعيب واخد ديرو مبيضات ولا منطفات ما تيبغيش يتحيد باش تعرفوا بان اللون راه طبيعي تيشد مزيان في الشعر نكشيالي تنقولو نديرو الحنف اللول لان البلاسة اللي اصطاني في الشعر تتكون عانيه دا ما تتبقى تشد فيها السبغة في الزم ويلي تتكون عندنا فيها نسبة 70% فغادي نشقر شعرنا وغادي نديرو الحنف اللول ونغشلوه شعرنا عاد نديرو هاد المسحوق ليش نلتو كطعم ويعطيك اللون بني اللي بغيتي ودريه في شعرك مدة ساعة ساعتين ثلاثة سوع ماكسيموم مهم سعر اطواتي اعطيك اللون ويغطي الشيب تماما ويعطيك اللون زوين حتى اللي ما بغت بدل اللون جهر شعرها واللي عندها شعر اشقر مهم انا جبنا لكم جوج وصفات جوج سبغات زويني واحدة الصيحات اللي كان هاد العام بدلوه من الوين اللي مولفين الازرق الغامغ اللي سواد الليل بلونوي وابوني الغامغ فهد الالوان هادو راه هادويني انتيجو على حسب اللون البصرة ديالك وعلى حسب اللون الاصلي ديالك راتي تكون بالدرجات بالدرجات بس مكن الشعر غامق راه اللون تي يكون اغمق اكتر وكذلك بس مكن الشيب كتير وستعملتيه مدة طويلة ولكن هانتم مكيتشوفوا هنديرو وحدث وشوفوا انك كانت تم يبرسة ما غاتيش تعطيك اللون الاصفر بحل اللي حنا وعلى كانت تعطيك اللون بوني فاتح ومع الوقت تي يغلق فبالنسبة لهد المسحوق غاد يدروه الشعر كامل اما الحناء فاتدروه في الجودر هادو متاشوفوا التجربة عند بعد ما اخطينا السعر بالحناء قلتنا حتى الغدلي غاد نديرو كطام وغاد يشوفوا النسيجة النهائية ما غاد يشيبقى ودوك خطوط داباك الخطوط البيضاء و اللاحت اللي داري مش ودكش مش مشكل ما تخافش على شعرها لان هذا طبيعي ما غاد يشيطح لك الشعر او غاد يلحظة الوحيدة اللي ممكن هكا غاد يتنشف بالنسبة للشعر الدهني رمزانة لهم تسدتنغسل لهم داك لي دملي في شعرهم اما بالنسبة للشعر الجاب فمن مورة ما تغسل ومورة ما تنتو غاد يدير الماسكات ترطيب عكا باش ما يبقاش لها ناسم مهم ما را كونو متجقنين مئة في المئة ان الشعر الشائب غاد يتغطى مرة وتاني حاجة ما تخافوش من من تساخد الشعر لان بالعكس هو را تيقوش الضغبة كذلك الحنار عافت عندها فوائد كتير هخصها فيديو بوحده وغادي تستعملوها لاطراف الشعر غادي تلقاو انا عافتو اطراف الشعر الخرانة تكون لون فاتح فغادي تلقاو اللون بني فاتح ملته وغامق من فوق وباش ما طولتو في المدة باش ما كان الشعر اللون تيزيد اغماق وستعملو باش ما استعملتو كتر يزيد اغلاق كتر وما تنساوش اشتراك ودرو التعليق ولايك للفيديو وانتمنى انكم استفدتو بزاف ان هاد هاد السبغات هادو راهم مع شباك موجودين في اسيا ما فين تتنبت لان تتبغيط الجو استوائي ودكشة لاش ان الاسيوية وخصوصا الهنديات تيز تعملوها بزاف وموجودة عندهم بكترة وبتمن زاهيد بالنسبة لنا احنا ما تنفوتوش ميتين درهم من الباكية يعني باكية واحدة را تقدر تقسمها على اربعة ولا على ثلاثة في الشهر اراها الاسحر غادي تعطيها ما غاديش تعطيك ما غاليهاش بالنسبة للصالونات واكل لان غادي تديري وغادي يبن الشعر بابيض وراك عارفين ان داك المواد الكيميائية غادي تتقصف الشعر وتتضره بالزاب وغادي تضرته الجلدة جيل اما هذه المسحوقات فهي طبيعية جدا وغادي كل شيء الناس دا باولو تي قلبوا التغذية الطبيعية والمواد الطبيعية وكل شيء راته هي من الحواج اللي تستهلكها تستهلكوها في اوروبا بزاف وتي يشروها بزاف لحقاش تتعطي اللون رائع وتتقو الشعر وتتعطي لحتى المعان وفي نفس الوقت صحية للداد ما عندهاش اضرار الحمدلله الا ان واحدة نسبة قليلة اللي تقدر رجيهم حساسيا من مسحوق اندقو اما كطنفا وخالي من مواد اه اه امونيا او المواد اه كحولية ما فيش تشي حاجة اللي اضطر الصعر واشكره على المساعدة وما تنسوش اه لايك واشتراك اذا اعزبكم الفيديو موسيقى موسيقى شكرا